الرحمن الرحيم. ضروري ان احنا بس ناخد بالنا ان احنا ما نستخدمش مسلا معاقع زي جدوة مع معلومات علمية دقيقة او متخصصة. عشان مسلا ايه ما نكونش حد مسلا بيستسهل ويقول لك انا عايز ارايح دماغي هو بقى البرنامج يرسم لي اللي انا عايز ارسمه وخلاص. انا حبيت بس اقوري لك ليه ما نعملش جده. مسلا انا عايز خليه يرسم لي الجرافين مسلا. حاجة معروفة ومشورة وسهلة جدا ان احنا نوصل الله. بص النتائج اللي هم طلعها. اه دي دي تحسن النتائج سريالية. يعني اه دي قريبة شوية الى حد كبير. دي معقولة بس. اه يعني مش دا صحة. مش دا اللي المفروض يترسم. انت المفروض ترسم بطريقة من ملفات مسلا والحاجات اللي زي كده هوت. اه ما ترسمهاش بطريقة زي كده ابدا يعني. انا طبعا عشان الموقع بياخد وقت فانا ايه عملت النتائج على طول عشان افراجك بس اللي عايزين نتكلم فيه يعني. مسلا لو احنا مسلا ايه. اه لو طرفت منه كلمة بس. مجرد بس رسم لي ايه شوف انت ايه تخيولك كده عن كلمة بص دي حاجات سريالية كلها يعني تحس ان ما فيش يعني هو نفسه انا تحس ما هو مش عارف هو بيعمل ايه. دي صورة قريبة اوي من صور التم ومع ذلك برضو ملهاش معنى اوي. فالحاجات دي ما تنفعش يعني. وجهة نظر انك صعب ترسم اه او تستخدم صورة زي كده الا لو انت يعني ايه بترسم حاجة كارتونية او كده او حاجة يعني يعني او مسلا يعني انا حتى مش قادر اتخيل مسلا رسومات زي كده تتحط فين في بحس يعني او كده. اه دي مسلا لما طلبت منه انتباكتيريال مسلا نانواتيريالز. مسلا. اه حاجة متخصصة قوي يعني برضو تحس ان هو مش عارف هو بيعمل ايه يعني مش قادر يزبط كلمة باكتيريال مع انتي مع النانواتيريالز مش عارف يجيبها يعني. اه دي مسلا شغل الوستووتر مسلا مواد نانو عشان تشيل من المياه. طبعا هو لو هو عارف اي حاجة من دول خالص. هو مش عارف اصلا هنا بنتكلم في ايه. فانطلع صور يعني تحس ان انا بتكلم عن النانواتيريالز تتالي يهمني اصلا. مش مش والهيبي طبعا مش هعرف ايه عمل حاجة زي كده ايه. فانا بس ايه حابد ان اقبعك انك مسلا ايه? تستخدم برامج زي كده او مواقع زي كده لما تكون بتتكلم على الحاجة جنرال حاجة عامة اوي. مسلا في شغل انتبكتيريا مسلا ممكن تقول له مسلا ايه? مسلا العدوة البكتيريالي في الجلد. اظن ان دي صور ممتازة جدا يعني اللي بيشتغلوا في حاجة زي كده اظن ان شاء الله حيلاقوها كويسة. مسلا في المعالجة الميا مسلا ممكن اقول له ايه? اقول له مثلا العواد من الميا الخارجة اللي فيها ملوسات. اه تحس ان الصور فعلا دي فعلا قريبة جدا من المطلوبة. هي دي الصور او هي دي الرسمات المطلوبة. فكل ما انت بتتكلم على كلام معلومات وعامة. وانت دقيق في الاوصاف اللي انت بتوصفها هو ده اللي ان شاء الله يدر يطلعه لها. تاني يعني انت مسلا ايه? انت طالب منه مسلا يرسم لك كورة سفير. كل ما تحدد انها تكون سفير وسينجل يعني واحدة بس وتكون مسلا بلو يعني زرق او شايني يعني منورة او بتلمع. كل ما ده يبقى كويس جدا. لكن سفير كلمة مطلوبة حلوة كلمة عامة. لكن ما تكتبش نانو بارتياز مثلا. ما تطلبش ما تطلبش منه انتي بكتيريا الناماتيريا ما تطلبش منه مسلا سين فيلم سولار سيلز وكلام ده. اظن هبقى صعب جدا. لكن سولار سيل عموما كلمة حلو. خليك دايما في الحاجات اللي هي تعتبر معلومات عامة. وحاول توصفها وصفة دقيقة على قد ما تقدر. لكن ما تعتمدش عليه ان هو يشرح لك معلومات علمية متخصصة. ما اظنش انك ايه? عشان بسا ايه? يعني زمل اللي بيستسهله وكده. بسا اوضح لك الفكرة يعني وكده. ارجو لازل تكون الفكرة واضحة. وزي ما انتفقنا هو بصراحة الموقع ده حلو جدا في الحاجات العامة. زي ما قلنا قبل كده هو. توديك شايف الصور يعني انا ايه? لو انت دورت وراها على الحاجات العامة ان شاء الله تلاقي صور كويسة بإذنها تعجبك. انتفقنا? شكرا.